يترى إحكاية التحالف الاستثماري بين محمد بن سلمان والرئيس السيسي بالنسبة للسعودية كلنا شايفين نهضة حقيقية بيترى أصها محمد بن سلمان ولي العهد في كل المجالات زي المشروعات السياحية العملاقة والطاقة النظيفة بعيدا عن البترول وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بشكل كبير وكمان مدينة نيوم وآخرها الممر التجاري الجديد مع الهند و أوروبا والرياض مهتمة بيه بشكل كبير وغيرها من المشروعات اللي هتقفز بالاقتصاد السعودي المدعوم بمليارات دولارات وبحار بيترول وفي المقابل هنلاقي مصر بقيادة رئيسنا العظيم شغالة من فترة على مشروعات مشابهة للمشروعات في السعودية زي مثلا أن مصر عندها خطة طموحة لزيادة عدد السياح في المواسم الجاية ومنها إنشاء 500 ألف غرفة فندقية سنوية وموضوع توطين صناعة الهايدروجين الأخضر واللي مصر قطعت فيه شوت كبير جدا بعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وجذبت مليارات الدولارات لشركات هندية وصينية لكن محدش يقدر ينكر أن تكامل العربي مهم جدا في الفترة الجاية لأن ده هو اللي هيغير خريطة الشرق الأوسط وهيخال العقد اللي جاي عقد العرب وعشان كده فعالم التحالف الاقتصادي الكبير مش بيحصل إلا بين الأقوياء والضعيف ملوش مكان وده واضح من كل التحالفات الدولية خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة بمعنى أن عندك إيه عشان تقدمهولي عشان أعمل تحالف معاك وده المنطق اللي بيحكم أيتك التولات الاقتصادية وده اللي حصل في براكس الأخير اللي قبل ست دول بس من بين أكتر من عشرين دولة كبيرة قدمت طلب عضوية وكانت مصر والسعودية والإمارات وإيران من بين الدول اللي اختارها التحالف لعضويته وتوافق عليهم بس الاختيار ده مجاش من فراغ لكن جيب بسبب قوة مصر والسعودية والإمارات والميزات اللي بتملوها كل دولة والإضافة اللي هتضفها لقوة التحالف طب مصر عندها إيه عشان تبريكسي وافق على عضويتها طبعا لوع الميزات اللي بتمتلكها مصر فهي كتيرة جدا زي موقع الجغرافي الاستراتيجي واستخطوط التجارة الدولية ولإنها بوابة أفريقيا الرسمية ولإن عندها قناة سويس وموانئ هي الأحدث في العالم وعندها قوة بشرية شابة مهولة والأهم عندها رؤى اقتصادية 20-30-20-50 واللي بتطمح فيها تكون قوة اقتصادية عالمية يتعمل لها ألف حساب وده اللي تنبأت بيه مؤسسات مالية عالمية إن مصر هتكون من أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2075 والأكبر في المنطقة بحلول 2050 والفترة الأخيرة بتقول إن فيتا نبؤات ظهرت بقرب صور تحالف خاص مصري سعودي في 2024 وهيكون تحالف استراتيجي متكامل وطبعا بعيدة عن النبؤات واللي بسببها هنلاقي إن فرص إقامة التحالف المصري السعودي وردة وبقوة لإن مصر قفزت قفزات كبيرة في الملف الاقتصادي والتقدم والتنمية ولسه مكملة والسعودية في نفس الوقت منطلقة في التنمية ده غير العلاقات التاريخية بين البلدين والمصالح والمصير المشترك والأمن القومي العربي والسعودية أقرب لمصر ومصر أقرب للسعودية فلو حصل تحالف بين مصر والسعودية والتكامل وضاقز السعودية استثمارات ضخمة في مصر ده هيغير خريطة التوازنات في المنطقة والعالم فتخيل بقى حجم الإنتاج بين البلدين هيكون عامل إزاي فيترى تتوقع عزيزي المشاهد لو تعملت الاستثمارات السعودية دي في مصر إزاي هينعكس ده علينا كمواطنين؟ ما تنساش تقولين رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة